بالوقت فعلاً تبين أنه عايشوا اللبنانيين بأوهام وبمؤامرة كتير كبيرة فبالوقت اللي كان عم بخبروا اللبنانيين أنه في عائدات البترول والنفط رح ترجع أموال اللبنانيين رح تنزبط الاقتصاد اللبناني تبين أنه في مؤامرة أنه الترسيم وقتل النقاء وقرب هذا الشكل تخلى عن جزء اللي فيه بيترول لصع لها إسرائيل وأخذنا هنا جزء اللي فيه ماء وسمك وما أخذنا شيء بالنتيجة هذا بيأكد أنه فعلاً كان في مؤامرة وخاصة أنه شفنا عوامل إقليمية دخلت على الترسيم منا إيران وحزب الله حزب الله وقف ورد دولة اللبنانية هو ده فشب هل تجاه ومرأة على الاتفاق قبل تبين أنه إيران أبضت التمن إفراج عن ملياراتها المجمدة ببعض الدول وأخذت مكاسب سياسية يمكن ولكن اللبنانيين ما أخذوا شيء هذا بيأكد أنه نحن كنا إندام مؤامرة حقيقية سقطنا فيها وهذا بيأكد مرة جديدة هاي المقاومة البائسة المزعومة هي منا إلا مقاومة وممانعة على تطور الشعب اللبناني ومانعة تقدمه ومانعة إنقاذه من أي وضع سياسي اقتصادي أو اجتماع أو أي شيء آخر تعود جبران باسيل يكون باقي على الأوهام تغطي عمليات فساد وارتكابات كبيرة فبالوقت اللي هو سابعا أعلنه لبنان دولة نفطية تبين بالبلوك رام 4 ما في نفط وغاز وأيضا بالبلوك رام 9 مثل نفس الشيء الكهرباء يلي وعدنا أنه بتجي 24 ساعة وما أجي طوال ساعة ومثل السدود الوهمية يلي معها بتنتلي وبتنتلي بس بالشتة من مياه الأمطار ولكن بالصيف بيصير فارغة وبالتالي هذه الوزارة اليوم إذا ما نعمل أي إصلاح بالدولة اللبنانية أول وزارة التي تنسح من الطيار الوطن الحر وضعها لجهة أو لشخص متخصص هي وزارة الطاقة والمياه إذا ما تستمر وزارة الطاقة والمياه مصادرة من قبل طيار الوطن الحر مثل ما حركة أمل مصادرة أيضا وزارة المالية واتحولت لمزارة الفقر والتعطير ووزارة النهب وبالتالي ما رح نقدر نعمل أي إصلاح ولا رح نتقدم بالمستقبل لقدامه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر